السؤال اللي بعد كده بيقول ممكن أسأل سؤال هل أصلي الشفع والوتر مع الإمام مع أني بأضيف ركعات في البيت وأوتر بعدها هنا لو حبيت تصلي الوتر مع الإمام وهذا أفضل انت ممكن تعمل حاجة احنا عندنا حاجتين بتتعلق بمسألة الوتر عندنا حديثين للرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الأول لتكن آخر رسالتك من الليل وطرة يعني السنة بتقول أن آخر صلاتك من الليل تكون وطر طيب الحديث الثاني اللي تمسك بيه كثير من الأئمة أنه هو لا وتراني في ليلة فالسادة الشفعية بيقول لا وتراني في ليلة يعني إيه ما ينفعش تعمل وطر مع الإمام وبعدين تعملت وطر تاني يعني إيه ده يبقى حرام لا مش هي دي السنة هيكون ده مش هو ده السنة السنة أن أنت تعمل وطر إيه اللي حصل وطر فأستاذ الشفعية قال له لا وتراني في ليلة طيب ممكن يبقى فيه تلات أوتار آه يبقى أنت النصيحة ليك أن أنت تصلي الوطر مع الإمام ثم بعد ذلك تكسر هذا الوطر بوطر آخر ثم تصلي ما شئت وتوتر وطرا سالسا يبقى كده فيه تلات أوتار يبقى أنت ما وقعتش في ناهي رسول الله صلى الله وطراني في ليلة بقى عندنا ثلاث سلاسة أوتار وطر مع الإمام ثم وطر به كان الوطر الثاني ثم كان الوطر الثالث اللي أنت خرجت به طبعا فيه صورة تانية الناس بتعملها أن هي عشان ما يبقاش لا وطراني في ليلة ويكون آخر الصلاة وطر كمان أنه لما الإمام يخلص يجيب ركعة وبكده ما بقاش ده وطر بقى شفه وبقى السفاته أنه يوتر مع الإمام ويتمام السنة في الوطر أن أنت توتر مع الإمام يبقى الصحيح أنا أختار لك الطريقة التانية أن أنت توتر مع الإمام ثم تصلي ركعة أو ثلاث ركعات وطر ثم بعد ذلك تصلي ما شئت وتختم ركعتك بالوطر في النهاية ده أفضل طريقة للصلاة وده اللي تخليك تفعل كل سنن الرسول اللي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوطر